أخت تسأل تقول أنا متزوجة منذ تسعة عشر سنة وقبل سبعة عشر سنة يعني ورسنتين من زواجها نعم ورسنتين تزوجت قبل تسعة عشر سنة ها ينتهني تقول ومنذ سبعة عشر سنة عمي أبو زوجي اتهمني بأن عندي علاقة مع نسيبهم وأقسم بالله العظيم لا يوجد عندي أي علاقة ولا أي شيء معه اتهمني وكل مدة يعيد نفس الموضوع وأنا لم أخبر أهلي لحد الآن لأني خفت على سمعتي وأهل زوجي أيضا لم يخبروا أهلي وقبل أربع سنوات توفي عمي على فراش الموت سامحته جزاك الله خيرا يعني الذي يعفو عمن ظلمه له أجر عظيم له قصر في الجنة يغبطه عليه الصالحون طيب بعد مدة زوجي بدأ يعيد نفس قصة أبيه وأقسم بالله أني عندما أسمعها أموت قهرا لكن لا أدري ماذا أفعل وأينما رأى صهره الذي اتهمني معه بأي مكان إذا صدف أنا كنت موجودة في ذلك المكان إما في بيتهم أو في بيت أخيه أو في بيت أخته صدف يعمل لي مشكلة رغم أني لا أراه ولا يراني وذهبنا أنا وزوجي عمرا وقد أقسمت لزوجي عند الكعبة المشرفة أني مظلومة وأن أباه اتهمني ظلما ولكن رغم ذلك زوجي يقول لي لماذا لم يقل على باقي الكنات باقي الكنائي لماذا أنت بالذات وأنا لا أدري لماذا اتهمني أنا فقط أنا الآن صرت أقول لن أسامح عمي لأن المظلمة لا تزال إلى الآن والآن أنا أدعو على أبيه وهو في قبره وسأحاسبه أمام الله تعالى لأنه شوى سمعتي وأقسم بالله أني مظلومة ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله ولا شيء من الذي قاله حقيقي بماذا تنصح زوجي أقول لزوجك اتق الله أنت كزوج من حقك أن تتعامل بغيرتك الرجل مثل هذه الأمور يتعامل بالغيرة لكن بلا ظلم تعامل بالغيرة بمعنى وفق حدود الشريعة الإسلامية فإذا أقسمت لك وأصلا أنت لا يوجد عندك دليل سوى تهمة الأب لا يوجد عندك دليل أنت دليل لا يوجد عندك لا يحق لك أن تتهم التهمة عظيمة هذا قذف قذف محصنة يهدم عمل مئة عام يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله وصف القاذف بالفاسق وأوجب عليه ثمانين الجلدة قالوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني ساقطوا الشهادة يعني أقسمت لك كثيرا بكتاب الله وعند بيت الله سبحانه وتعالى لا يحق لك أن تظلمها بالنسبة لأبيك موقف صعب إذا كانت تدعو عليه فدعوة المظلوم مستجابة يعني أنت خوفا على أبيك احرص على أبيك اكفف عن هذا الأمر لأنك إذا بقيت تثير هذا الموضوع ستجلب الدعوات على أبيك ونسأل الله تعالى السلامة والعافية احذروا إخوان احذروا الظلم و الظلمات يوم القيامة نحن أمة الدليل لو لا الدليل لقال من شاء ما شاء